ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ يعرف الكفر بأنه الجحود والتكذيب والنكران سواء في وجود الله أو لشيء في أفعاله أو أسمائه أو صفاته أو رسالاته التي أرسلها مع النبيين والرسل أو الشك في أي أصل من أصول الإيمان وأما الشرك فمعناه المساواة بين الله عز وجل جل وعلا وبين الإنسان أو مع أحد من المخلوقات وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك حيث قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ما هو الفرق بين الكافر والمشرك؟ الكافر يطلق لفظ كافر على من لا يؤمن بأمور يجب الإيمان بها لأنها تعد رقنا أساسيا وركيزة ثابتة ومتفق عليها في الشريعة الإسلامية كما يطلق على من لا يؤمن بحرمة أمور ثبتت حرمتها في الشريعة الإسلامية فمن ينكر النار والجنة والبعث ويوم القيامة هو كافر كذلك من يشكك في وجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة ومن يكذب وجود الله والملائكة والرسل والنبيين والكتب السماوية هو كافر كما أن إنكار أمر واحد مما سبق يخرج من الملة ومن الجدير بالذكر أن هناك كافر أصلا وهو المولود على الكفر وهناك الكافر المرتد وهو الذي أسلم ثم كفر وللكافر المرتد صنفان وهما الكافر المرتد عن فطرة أي الذي ولد مسلما ثم كفر والكافر المرتد عن ملة وهو الذي ولد كافرا ثم أسلم ثم كفر المشرك يطلق لفظ مشرك على كل شخص يؤمن بوجود الله كإله لهذا الكون مع وجود شريك له في خلق السماء والأرض وبأي شيء من المخلوقات فالمشرك يتخذ آلهة غير الله ويتوجه لها بالدعاء والقربات والعبادات راجيا شفاعتها خاشيا عقابها على اعتبار أنها آلهة مثل الله وفي الجزاء ليس هناك فرقا للذي أعده الله عز وجل لكل من الكافر أو المشرك فكلهما مخلدون في نار جهنم حيث قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر برية يعود سبب في ذلك أنهم تساووا في إنكار عقائد وأركان أساسية في الدين الإسلامي تتمثل في وحدانية الله عز وجل جل وعلا كونه الخالق والمالك ولا شريك له وبالتالي فهو المستحق الوحيد للعبادة والطاعة المطلقة